بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلا ووركزودا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها وتوجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى حكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بأطيب التهاني وأوفى المتمنيات بموصول التقدم والرخاء مجددا جلالته التعبير عن تقديره للعلاقات العريقة التي تجمع بين البلدين